إذن تحدثنا قبل قليل عن احتفاء العالم اليوم باليوم الذكرى الخامسة والعشرين هذا لليوم الدولي القضاء على الفقر من القاهرة مع عبدالأقمار الصناعية دكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سعيد إذن بعد خمسة وعشرين عاما من الاحتفاء بهذا اليوم أين نحن في القضاء على الفقر؟ نعم خمسة وعشرين عاما منذ أن دعت الأمم المتحدة لأول مرة لضرورة تنبيه العالم بأهمية الاهتمام بهذا الحدث وهو مكافحة الفقر يعني اليوم العالمي للفقر ليس مقصودا به الاحتفال بالفقر على المستوى العالمي وإنما هو تذكير كل الشعوب وتذكير كل الهيئات العاملة في مجال التنمية بأن الموضوع الأكثر أهمية على المستوى العالمي الآن والذي ينبغي أن يحظى بالاهتمام الأكبر هو مكافحة الفقر وخاصة أن التطور في التنمية الآن يتجه نحو تقليل معدلات الفقر يعني إحنا لو بنقارن الأرقام فيما يخص نسبة الفقراء في العالم من السكان على المستوى العالمي منذ عام 1990 وحتى 2017 سوف نكتشف أن المعدلات في اتجاهها نحو الانخفاض مما يدل على أن هناك جهد عالمي متميز وجيد وجهود محلية كثيرة في كثير من دول العالم تستحق أن تستمر ولذلك الأمم المتحدة عاقدة العزم بمنتهى القوة والحسن على ضرورة مكافحة الفقر والقضاء على الفقر والجوع في العالم كله بحلول عام 2030 طيب مع هذه النظرة التفاؤلية المنطلقة من واقع كما قلت حضرتك يعني إنما قررنا من 1990 ل2017 ولكن مع هذا اليوم العالمي هذا لمكافحة الفقر في تحذير من اتساع رقعة الجوع خاصة بالأزمات التي نعيشها في بلدان عدة دكتور سعيد ماذا يمكن أن نقول بهذا أشياء التغيرات المناخية في العالم بتلعب دور كبير جدا في إحداث تقلبات في المناخ وهذا ينعكس على توزيع المياه وتوزيع سقوط الأمطار وبالتالي في موجة من التصحر تحدث في كثير من دول العالم يترتب عليها انخفاض في الرقعة الزراعية ويترتب عليها أيضا في يعني وجود فئات من الفقراء يزدادوا بشدة في تلك المناطق التي تتعرض إلى هذا الوضع الكارثي فمكافحة الجوع دائما هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية ومرتبطة أيضا بالتوزيع العادل للثروة لتمكن الفقراء من الوصول إلى الغذاء لأن الحقيقة الغذاء مهم جدا بالنسبة للبلدان الأشد فقرا وأن ضحايا الجوع عموما هم الذين يتحملون العبء الأكبر هم الأطفال الأطفال في سن أقل من خمس سنوات يتعرضون للوفاة أعتقد اليونيسيف قالت أنه 22 ألف طفل يوميا يموتون لسبب نقص الغذاء توزيع العادل للثروة كما قلت دكتور سعيد كيف يكون وهل فعلا يتم شوفي حضرتك مواجهة الفقر دائما فيه اتجاهين في العالم كيف يمكن أن نواجه الفقر مواجهة الفقر مرتبطة بتفسير الفقر يعني من أين جاء هذه الحالة التي نطلق عليها حالة الحرمان من الوصول إلى الموارد والخدمات والأصول والسلع الأساسية من المتسبب في هذا؟ في وجهة النظر الوجهة النظر الأولى تقول أن السكان الغير قادرين أو غير القادرين هم دائما بيقعوا في مصيضة الفقر ويعني النظرية دي موجودة في علم الاجتماع والأفرقلوجيا غير قادر على العمل غير قادر على الطموح وتغيير الظروف المعيشية والحراك وبذل أقصى جاهد أكثر هذه النظرية تتهم الفقراء بأنهم هم المسؤولين عن فقرهم يقال أن الفقر له الثقافة يعني ظالمة قليلة طبعا هذه النظرية تقول أن الفقراء هم المسؤولين عن فقرهم هم اللي بيزودوا الأطفال وبالتالي الزيادة السكانية هي التي تنعكس عليهم في نقص الإمكانيات والموارد ثبت علميا أن هذه النظرية غير حقيقية وغير دقيقة على الإطلاق وظالمة للسكان الفقراء النظرية الأخرى تقول لنا أن جزء كبير جدا من الفقر مرتبط بالتوزيع غير العادل للثروة في أي مجتمع والمقصود بالتوزيع العادل أنه يؤخذ بعين الاعتبار في السياسات الاجتماعية وفي برامج التنمية دائما حظ كل السكان من التنمية ما ينفعش أن في دولة تعمل تنمية يستفيد منها جزء من السكان وهذا صعب المنال يعني لا يمكن أصلا أن يعور عليه هذا الوضع المثالي يعني يريد وتوزيع يعني حتى لو أقل من العدل بقليل على الأقل لن نتحدث عن جوع حقيقي صحيح دكتور سعيد ولكن صعب هذا أيها بس في نقطة مهمة يعني هو العدل كقيمة في الوجود الإنساني هي قيمة مثالية تشبه مثلا الثدق والإخلاص والوفاء كل المعاني الإنسانية المثالية الرقية هي طبعا بلا شك مثالية وكلنا نسع إليها ومن الصعب أنها تتحقق في الوجود الإنساني والعدل أيضا ينطبق عليه ذلك ولكن العدل هناك ثلاثة أنواع من تصحيح منظومة العدالة العدالة التوزيعية والعدالة الجزائية وما يمكن أن نسميه بالعدالة التصحيحية العدالة التوزيعية لما الحكومات تكتشف أن الشعوب في جزء من المجتمع محروم من الموارد تعيد برامجها في التنمية من أجل أن تخلق نوع من أنواع التوازن العدالة الجزائية من يأخذ أكثر مما يستحق بالقانون يتم جزاءه والثالثة هي العدالة التصحيحية التي تنطبق على برامج التنمية التي تصحح المسار لما دولة تعمل برنامج تنموي وتكتشف بعد فترة أن حجم الضرر الناتج عنه انعكس على أوضاع الفقراء فتعيد تصحيح هذا الوضع أنا أشكرك جزيلا عذرني انتهى وقتنا مشاركة قيمة جدا وحاولنا الاستفادة والمزيد من الوقت معك شكرا لك من القاهرة كنت معنا بالأقمار السنعية دكتور سعيد المصري الأستاذ بعلم الاجتماع بجامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر